السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في خياطة وتدوير وعدي التدوير نحاول جيبة لفستان طفلة عمرها سنة طريقة سهلة جدا ونعمل لايك ونعمل لايك لقناة خياطة اسهل مع ام عبد الرحمن عشان نتابع الكرس مع بعض طيب دي جيبة كل اللي انا عملته اني شلت منها القمر بالاستك تمام شلت منها القمر بالاستك اي جيبة عندك اي جزء من عباية جزء من جلبية هتنفع وتبقى كويسة جدا تمام طيب طبقتها كده اهو سويت محتاج لقياس مهم جدا الناس اللي امتبعنا سوف نرحب بالناس الجدد معنا اهو طفلة ناخد قياس الضحر من اول هنا ارباية هنا اهو ثلاثة وعشرين سنتي تمام؟ انا باخد نصهم بس قبل ما اخد نصهم انا هزود على القياس ده يعني الثلاثة وعشرين هنحط عليهم حوالي سبعة سنتي لا سبعة كتير ممكن نحط خمسة سنتي عشان احنا كده قياس يعني كل ربع هيبقى في خمسة سنتي طيب يبقى احنا قولنا قياس اه تاتة وعشرين اه واحد سنتي الخياطة يبقى اربعة وعشرين الاربعة وعشرين نصها اتناشر وهيزود خمسة يبقى سبعتاشر لا تلوش اقول لكم الحزبة تاني طيب اهو طيب نقول الحزبة تاني الظهر اهو تمام؟ هنا تلاتة وعشرين اضفت واحد سنتي عشان الخياطة اصبحت اربعة وعشرين تمام؟ يعني الجزء ده كده انا عايزة ازود عشان هامل اسك في الجزء ده كله تمام؟ فانا زودت خمسة او من تلاتة لخمسة سنتي تمام؟ من تلاتة لخمسة سنتي الزيادة دي اختيارية ملهاش قانون قوي يعني في الموضوع ده فا اهو يعني كل القياس كده ستاشر سنتي اعمل على القياس ده مفوش اي مشكلة خلاص؟ طيب اجيلوا اهو يا جماعة اجيلوا اللي انتو شايفينه ده الجزء ده كده ممكن امرره عند الطفلة بالشكل ده يديلي تلاتةاشر سنتي تلاتةاشر سنتي تلاتةاشر سنتي اهو من الشكل ده كده انا هنا مش محتاجة ربع دوران صدر اذا ربع دوران وسط اكبر حجم لايك الكصص دي خالص انا مش محتاجها بصوا لغاية النقطة الوسعة اللي تحت طيب انت اللي بتحددي طول البنوتة انت اللي بتحددي طول ده تمام؟ كله كده على بعض هنا ستة واربعين سنتي لو حسيت ان هو كبير انت اللي بتقصري تمام؟ اهو تمام كده؟ عايزة افتحوا بس مش عايزة تتخضووا النون يعني تلاقوه كبير شوية اهو علشان تكون واضحة تمام؟ طيب اطبقها برضو على اتنين اهو انا عايزة الجزء ده كده مش جاي طيب ممكن نخليها كده اهو شايفين؟ متطبقها برضو على اتنين علشان الامام والخل اهو باخد الجزء ده فاكرين موضوع البطانة كأنك بتعملي بطانة بالزبط اهو تمام؟ بس احنا ايه؟ هنرسم كده القبل ده لغاية الجزء ده لغاية الجزء ده واحد سنتي بس من القبل تمام؟ نحن هنرسم هنرسم كده لغاية الجزء ده نحن نطبقها كلها واحد ده الامام وواحد ده الخلف نحن نطبقها اهو كأنه ما اضع البطانة بالزبط شايفين بس لازم تكون قده اهو تمام طيب اه اه انا هخيط الجنب ده بس هخيط الجنب ده بس تمام واخد الجنب التاني المفروض ان دي زي البطانة اهان كبيرها قوي واحد صنطي تحت الباط انا بخيط بس الجنب ده تمام اهو زي ماهو تمام وباخد الجنب ده تاني من الناحية التانية وتعالوا على المكان انا نشوف الكلام ده علشان مايبقى السعب علي اهو بسم الله تمام ده اول دمج اهو شايفين سيب ده كده واخد الناحية التانية بالشكل ده كده اهو اهو تمام كده خيطنا ناحيتين زي ما قلنا طيب وباخد الخلف اهو شايفين كده الخلف باروح مخيطة في الجزء ده اهو بالشكل ده حاجة بسيطة وسهلة باي مبتدئة اهو كدنا بخيط الجزء ده كده تمام وتعالي عالناحية التانية بنفس الطريقة بنفس الرسمة وخيطي الجزء ده كده تمام تعالوا بقى نشوف بعد الخياطة شايفين تلع لنا ايه تلع لنا فستان شيك جدا انيق جدا جدا اه بكم الرجلان بكم الرجلان اي بكم رياضي ما يطلق عليه بكم رياضي عارفين الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان انا باستيك رفاية وهالف على الجزء ده كله بالشكل ده تمام طيب وقبل ما اعمل بخط اه بالخط رفاية او بالاستيك لازم اقفل الجنب من كل ناحية الجنب ده والجنب ده الجنب اتخيط اهو ده طبعا اتقوم اللي برضو هيبقى فيه استيك وتعالوا نبدأ بالاستيك بتاعنا ما بحبش احدد الاستيك قد ايه اه الحكاية بتبقى نسبية الحكاية بتبقى كل واحدة لحسب ما بيشوف طفله تمام اهو. تمام? وانا همشي على الاسك على طول وهشد وانا همشي. اهو. اهم حاجة بس ان اكتسبتي الاستيك وبعدين بتمشي بالشكل ده كده بتشد الاستيك معك. تمام؟ شايفين كده؟ من الحاجات الجميلة قوي. اه ممكن تعمليها بجامة. ممكن تعمليها ممكن تعمليها فلسان. اه ممكن تعمليها عشانك انتي يا كبيرة بنفس الطريقة. اه بسيطة سهلة. اعملوا لايك. اعملوا لايك. لازم افكر لكم. انا كنت اعمل لكم فيديوهات صامتة. تمام? اه لان فعلا زعلنا منكم جدا بسبب قلة التفاعل. وحس انه مش مش حابة اقول ده تاني مش حابة عادي الموضوع ده تاني ان انا قولي شوية قولي التفاعل التفاعل. بس فعلا اه التفاعل بقى ضعيف جدا جدا. لما يفزل من مجهود بصراحة. فا اه انا عايزة اعرف رأيكم يعني هل اه انا شغلي بقى مش كويس. اه مش عاجبكم. اه مش يعني يعني نشوف الاسباب عشان نعرف اه نعليجها او نصلحها. شايفين كده? اهو. طيب. انا هعمل بس الكم. علشان برضو تشوفوا الشكل النهائي بنفس الطريقة. بصوا. باتني تانية كده وبلفها برضو على استيقر. شايفين? شايفين جماله? انا غيرت بس لونه الكم عشان تشوفوا قد ايه سهل? قد ايه بسيط? اه تقدر تعمليه زي بجامة في الصيف للاولاد. تقدر تعمليه لنفسك. تقدر تعمليه فستان شيك جدا ببواقي الجنس من الحاجات البسيطة السهلة. ده شكله ده جماله بسطته ما اخدش وقت ما اخدش مجهود ما اخدش اي بطرونات ولا اي حاجة متعبة. ما تنسوش تعمله لايك. وبرضو تقولولي ليه تفاعل بقى ضعيف جدا جدا. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.